أطلقت دولة الإماراتمس مبادرة إنسانية بشعار غاثة مدينة ريو جراند دي سولة البرازيلية لمواجهة أثر الفيضانات وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومدينة إكسو دبي ومشاركة مبادرة يوم لدبي التطوعية وعدد من أبناء الجالية البرازيلية في الدولة وتهدف المبادرة إلى تجميع وتعبئة الصناديق الإغاثية من المواد الغذائية والمواد المخصصة للأطفال والنساء بمشاركة ما يقارب 300 متطوع في مركز المعارض بمدينة إكسو على أن يتم إرسالها لاحقاً للبرازيل ويت انطلاق الحملة الإنسانية في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات لغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ولاية ريو جراندي دي سول البرازيلية عقب الأمطار الغزيرة وما نتج عنها من تداعيات إنسانية كبيرة